بالنسبة لسؤالك الثاني عن قراءة القرآن في الصلاة هل ينفع أن أنا أقرأ من المصحف لأن حاجة بتقولي أنا بقيت أنسى القرآن فبفتح المصحف عشان منساش يعني ترتيب الآيات هذا الأمر جائز وإحنا قبل كده قلنا هذه المسألة ولا حرج في أن حضرتك حبيتي تقري القرآن الكريم من المصحف داخل الصلاة سواء في صلاة الفرد أو في صلاة النفل ودليل ذلك ما ورد من حديث ذكوان غلام ستنا عائشة رضي الله عنها كان بيأم ستنا عائشة في الصلاة ويقرأ من أوراق المصحف على ألا يعني نكسر من الحركة يعني الورق المكتوب فيه القرآن يقرأ ليذكر نفسه به والإنسان بس يحاول يحكم المسألة بحيث بحطه على حامل قدامي يعني أحاول تكون المصاحف المطبوعة بتبقى نهاية الورقة بمع نهاية الآية بقلل الحركة قدر الطاقة خروجا من نقاش العلماء في كثرة الحركة أو كثرة حركة المصلي داخل الصلاة يا أستاذ الرنم